كشف أسير من تنظيم القاعدة الإرهابي لدى قوات الجيش أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران استعانت بقيادات وعناصر من التنظيم الإرهابي للقتال في صفوفها ضد القوات المشتركة بجبهات القتال في الساحل الغربي وأضاف الأسير موسى ناصر علي حسن الملحاني أن القياد في تنظيم القاعدة المدعو يوسف الصعفان وينحدر من منطقة الصعفان بالصنعاء أحد الذين شاركوا مع الميليشيات الحوثية في معارك الساحل الغربي وضبطت قوات الجيش الأسير الملحاني منتصف أسطس المنصر وهو يقاتل في صفوف ميليشيا الحوثي الإنقلابية في عاصمة محافظة الجوف شمالي شرق البلاد وأكد الأسير أن القياد الصعفاني والذي يطلقون عليه لقب الزير لقي مصرعه وهو يقاتل في صفوف ميليشيا الحوثي في معارك المخ الساحلية في الساحل الغربي